السيدات نفس الكلام ولكن بالنسبة للسيدات كابتن طريخ خيري وكابتن عاليا محمود والجهاز الفني بالكامل بيعقوفوا دلوقتي لدراس سبورتينج سبورتينج دوري مرتبط حاجة وسبورتينج اللي هتشوفوه مطش السوبر حاجة تاني فرقة راجع من بطولة أفريقيا مفيش إصابات فرقة جهزة فرقة نفسية المعيويتها في السماء عندها دوافع طب دوافع سبورتينج ايه نتعوض خسرتها المرتبط دي طبعا لحظات تتويك فرقتنا لبطولة القاهرة الاسبوع اللي فات طيب الدوافع اللي عندي نادي اللي قال ايه هو استعدت اللقب تاني او ان احنا نحافظ على اللقب تاني ليه لان احنا السنة اللي فاتت ما كانش الفريق في احسن حالات فاللعبات يعني زي ما بيقولوا لسه مشتقين للمكسب عايزين يكسبوا والبطولات كل البطولة ياخدوا شيء ياخدوه عندهم طرجة خمس بطولات من خمس بطولات اتنين راحوا فاضل ثلاثة حتى معالي الوزير العامي فاروق ناب رئيس مجلس داة نادي الاهلي كان موجود في تسليم الجوائز في المطش اللي حضراتكم بتشوفوا صورته ده وشاور لدين عمر قال لها فاضل ثلاثة فايزا الترجل بتاع مجلس الادارة وطبعا مع كل الاحترام لكل الفريق ولكن تمحطك ده شيء مشروع وتمحطك مع النادي الاهلي لازم تبقى كبيرة لان الدعم بيكون كبير سواء من جماهير من مجلس ادارة فانت لازم تمحطك تبقى على قدر هذا الدعم فايزا ماتش سبورتيج مش هيكون سهل ولكن كلنا ثقة في هذا الجيل وهؤلاء اللعبات وايضا الجهاز الفني بقيادة الكبير طبعا كابتن طاري خيري ان شاء الله يعدوا بالمباراة لبرى الامان فرقتنا كويسة اه مفيش اصابات الحمد لله او في بعض الاصابات البسيطة زي مثلا هالا شعراوي كان طاري خيري قال الكلام ده حلقة الفتاة وكابتن طاري خيري قال قال انه في بعض الالتهابات على الاكيلس بس بيش هيمنعها من المشارك مفيش لعيب يلعب 100% سليم فان شاء الله نروح على الماتش واحنا جاهزين بنسبة 100% اه فيلمي